اللحظة اقوله لكابتن شاوي انه هو بإذن الله ربنا وفقه في اختيارات القائمة النهائية لان القائمة امنتشرة لعيد بس فدي عايزة تركيز كبير جدا والجزء الثاني للاستعداد للأمبياد ان شاء الله نعمل وانا سمع ان هم عاملين بطولة في دبي فيها منتخبات زي الأجنطين والصعادية اللي وصل الأمبياد وبالتالي ماشي برقص صحيح نتمنى لكابت شاوي كل التوفيق وان شاء الله ترجع لنا بمديريا بإذن الله جمهور بيسال في حكم سنحرك نادي anehli اللي انش بتتولى منصف يوجود في النادي الاهلي لان فترة اخيرة والله طبعا انا أتمنى من فiar النادي الاهلي وبعد sequelناري bessر والدوات الهولية كنت طبعا اتمنى وجودك في النادي الاهلي فكلمة امن كانAAAA Terry Gunnaba لنما بيجالب رجل إلى ان أن أشتداد من النادي الاخيرة بالحكم الأخير نメ restraint من العمل ما فيه شك هيفضل اعمل ان شاء الله اتواجد في بيت ايه بيت النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه وكان ليه الفضل بعد ربنا في المشوار احترافي فان شاء الله باذن الله يعني الفرص لكم اقاعدكم طيب اخر سؤال توقف حضراك المبارات السوبر اليوم الخليصي العالي وزمالك والله المبارات السوبر اتمنى اولا انها تخرج في الشكل اللي ليه لسمعة مصر وتليق بمكانة اللعيبة النادي الاهلي وزمالك النتيجين الكبار على مستوى الخارج والشقية على مستوى العربي ان احنا نظهر بصورة مشرفة في بلد عزيزة علينا كلنا نولة الاعراض والنتيجة طبعا احنا عارفين مباراة الاهلي وزمالك دايما النتائج مش متوقعة احنا شفنا مستوى النادي الزمالك في المباراة الاخيرة في السوبر الافريقي قدام مباراة على الاعلي مستوى شايفين حتى النادي الاهلي على مستوى المحلي والعلامة الكاملة والاداء جدا فانا اتمنى ان شاء الله انها تكون مباراة احنا كلنا نفرح بها كجماهير ايا كانت انتماءاتنا اهلي وزمالك نفرح بالمباراة والافضل واللي مركز اكتر واللي عنده هضوء وقدر اقول اللي عنده النفس الاطول في المباراة هو الكل بطل السوبر وزا ما بقولك هي بطولة شرفية او انا اخيرا بطولة تقام في دولة الامارات ان شاء الله زا ما بقولك السورة توصل بشكل مميز جدا والافضل يكسب المباراة ان شاء الله اشتركوا في القناة